اشتركوا في القناة 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 عصير فراولة حلوة يعني طبعا نلد لكل واحد مننا فوتوة سخنة طبعا ريحة كده بس ريحة حلوة وسمعوك مزيكة في الاس مش كده؟ مزيكة كده حلوة قوي يعني انت كتداب وتستهل كل اللي يجرى لك وهم قالوا لي ما تتكلمش يا رايز قالوا لي ما تتكلمش موسيقى الصور ده متولي وراء شعب عظيمة حضارة طريق خمسة وسبعين مليون انا مسؤول عنهم بطلهم مسؤول عنا منهم عن اكلهم وشربهم عن ثقافتهم وساعدتهم ربنا نكون فهم ساعدتك الرئيس نفس كل واحد من الشعب يحط نفسه مكاني خل نفسك متولي لقيت رئيس جمهورية المدت ده ايه يا مثلا تعمل ايه؟ انا رئيس؟ انا رئيس جمهورية؟ انا شوف ساعدتك انا اول حاجة هعملها ان شاء الله مدة خلصة يا متولي انا بحقيقة رئيس بس ايه رئيس عادتك فيا انا رئيس جمهورية لا بد ان تكون الحقائق واضحة وصريحة كي نصل معا الى حل جذري للعديد من المشكلات لا بد ان تعلم الحكومة ان هناك مشكلات كثيرة لم تحل بعد ولكن المشكلة الاولى بل الرئيسية الاعتمام بمحدود الدخل والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصريين معلش بقى قهوة تعبانة مش النظرية اتفضل رئيس باش كلمة رئيس دي هنا خاصة اه اتفضل باشي زامو عليكم ايش تاميتو زاك عبد صلاح ايهب مواطن المصري ايهب مواطن المصري هاخد اهو مصبوط اهو مصبوط يا ابني على مية معدنية لا مية من حنفية خليها من حنفية يا ابني وربنا يسطر ايهب مواطن المصري للسيد رئيس الجنبورية بايا بايا لوك 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 ما عندكوش غير الكلمتين دول فيها عم صلاح مالك ما تهدى شوية ما انت عارف عندي خمس عيال اموهم وعملين يتكلموا عن محدود الدخل يتكلموا شوية عن معدوم الدخل وهو برضو خمس عيال كتير مفروض تخلي بالك عشون تعرف تربيه مقويس وامين الاخ داه شششششششششششششش بصدر ايه ده اصيبك من متولي وخليك معاي ت etmek عايس تخلت برحتك وتنبسط والحكومة هي اللي توكلك وتشربك وتربيه لك عيالك بزمك